الثمنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي موقف مصر الثابت في الحفاظ على أمنها المائي وعلى الحقوق التاريخية المكتسبة في مياه النيل وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد على نحو نياصون حق الأجيال الحالية والقادمة في مياه النيل وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أعرب خلال استقباله وزيرة خارجية تنزانيا لبراطا مولا عن اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية المتميزة مع تنزانيا مؤشيدا بقوة الدفع التي تشهدها تلك العلاقات خلال السنوات الأخيرة وما شهدته من تفعيل أليات التعاون المشترك في مختلف المجالات أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم مختلف صور الدعم والمساندة الممكنة للصومال الشقيق في كل المجالات التنموية والتدريبية والأمنية جاء ذلك خلال استقباله من قبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود على هامش مشاركته نيابة عن رئيس الجمهورية في مراسم تنصيب رئيس الصومال وأشدد مدبولي على أن مصر سوف تستمر على نهجها في مسندة الصومال والوقوف إلى جانب تطلعات شعبه في التنمية والاستقرار والأمن من جانبه أشهد رئيس الصومالي بالدور المصري التاريخي في مسندة الصومال منذ نيله الاستقلال مؤكدا الحاجة إلى الدعم المصري للصومال في المجالات التنموية كافا أعلنت وزارة الخارجية تقدم مصر بمشروع قرار أمام منظمة التجارة العالمية حول تعزيز استجابة المنظمة لتحديات الأمن الغذائي في الدول النامية المستوردة للغذاء والدول الأقل نمو يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة الحثيثة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية وتدعياتها الواسع للاقتصاد المصري بشكل خاص والدول النامية بشكل عام بما في ذلك في إطار المحافل الدولية ذات الصلة وذكرت وزارة الخارجية أنه من المنتظر مناقشة مشروع القرار ضمن أعمال المؤتمر الوزرية الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده بمقار المنظمة في جناف خلال الفترة من الثاني عشر إلى الخامس عشر من يونيو الجاري قال الرئيس الأوكراني بزعظمي زيلنسكي أن القوات الأوكرانية تحقق نجاحا في صد القوات الروسية بمنطقة زابوريجيا بجنوب شرق البلاد كما ذكر زيلنسكي في كلمة مصورة أن القوات الأوكرانية تتقدم تدريجيا في منطقة خاركيف شرق كييف وتحرر الأرض أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو التزامهما الراصخ بمواصلة دعم أوكرانيا حكومة وشهبا وفي لقاء جماعهما على هامش قمة الأمريكتين اتفق الزعيمان على مواصلة تعاونهم الوثيق بشأن مواءمة العقوبات والمساعدات الاقتصادية والإنسانية والعسكرية وغيرها من أشكال المساعدة ومواصلة العمل مع الشراكاء والحلفاء للحفاظ على الوحدة كما بحث الجانبان تعميق الشراكة الثنائية بشأن مجموعة واسعة من التحديات الثنائية والإقليمية والعالمية أعلنت شرطة ولاية ميرلاند الأمريكية مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة شخص واحد في حدث إطلاق نار بأحد المصنع في شمال الولاية وقال قائد شرطة مقاطعة واشنطن دوغلس مولندور في مؤتمر صحفي إن المهاجمة الذي يبلغ من العمر ثلاثة وعشرين عاما أصيب في تبادل لإطلاق النار مع الشرطي من ولاية ميرلاند أثناء محاولاته الفرار بالسيارة وأن نقل المشتبه به والشرطي إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج بعد إصابتهما بأعيرة نارية في الواقع أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين تسجيل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 45 إصابة مصخوبة بأعراض وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس المؤكدة في الصين إلى 224 ألفا وخمسمائة وثمانين حالة ولم تسجل الصين أي وفايات جديدة لتظل خصيلة الوفيات ثابتة عند 5226 حالة أما رياضيا فحقق المنتخب البرتغالي انتصاره الثاني في دور الأمم الأوروبية لكرة القدم بفوزها على ضيفيه المنتخب الشيكي بهدفين دون رد ضمن منافسات المجموعة الثانية من المستوى الأول وبهذا الفوز تصدرت البرتغال ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط وبفارق نقطتين عن إسبانيا صاحبة المركز الثاني فيما جاء تلشيك في المركز الثالث بأربع نقاط وتذيلت سويسرا ترتيب المجموعة بدون نقاط نهاية موجز الثامنة نقول استكمال باقي فقرات صباح الخير يا ماصر بعض الفاصل